أما عن فقرة ستار ستوري بطلت قصتنا لهذا اليوم هي ممثلة مصرية عرفت بأفلامها المختلفة تثير الكثير من الجدل والمناقشات لا يختلف عليها إثنان على أن شهرتها الواسعة كفنانة جندا وصادقة جاءت من خلال بحثها الدائم عن كل عمل فني صادق يتعلق بقضية من أرض الواقع استطعت أن تصنع لنفسها مكانة متميزة وسط أهم نجمات السينما فقدمت العديد من الشخصيات المهمة في السينما والتلفزيون على مدار 57 عام وهو عمر مشوارها الفني وقد أسهمت في إثراء الوجدان وملامسة المشاعر بأداؤها الصادق الذي جعلها تحمل لقب نجمة الجماهير بطلت قصتنا هي الممثلة نادية الجندي ولدت في الرابع والعشرين من شهر مارس وذلك من عام 1946 برجها الفلكي هو برج الحمل أما عن اسمها الكامل هو نادية محمد عبد السلام الجندي وهي من مواليد مدينة الإسكندرية وقد نشأت في أسرة محافظة حيث كان والدها متدين بطبعه بدأت شهرتها في عمر صغير من خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الإسكندرية عام 1958 لتنال اللقب بجدارة تدخلها في المجال الفني من خلال مشاركتها في فيلم جميلة بدور المجاهدة علي من العام نفسه ومما زاد شهرتها هو مشاركتها في أدوار مختلفة وأفلام ناقشت أكبر القضايا خلال السبعينيات وأبرزها فيلم ميري مارا فازت بجائزة ملكة جمال الإسكندرية في المسابقة التي نظمتها مجلة الجيل وحققت نجاحا كبيرا في عمالها الفنية وهو سر لقبها بنجمة الجماهير من أشهر عمالها فيلم أمرأة هزة عرش مصر وفيلم أمن دولة مهمة في تل أبيب وغيرها كثيرا من الأفلام الفنانة المصرية ونجمة الجماهير الشهيرة نادية جندي والتي انتشرت عنها بعض الإشاعات التي تفيد بأنها تحمل أديانة المسيحية لكن اسمها الكامل هو نادية محمد عبد السلام الجندي هو ما يؤكد أنها ولدت في أسرة مسلمة وتحمل أديانة الإسلامية تزوجت نجمة الجماهير نادية جندي خلال حياتها مرتين الزوجة الأول هو الفنانة المصري الرحل عيمة تحمدي وذلك بعام 1962 ورزقت منه بابنها هشام ثم تزوجت المنتج محمد مختار وانفصلت منه في حياة نادية جندي انتشرت الإشاعات بشكل واسع حول استيلاء الجندي على ثروة زوجها عماد حمدي ولأسيما عقب تصريحه هو الآخر عن تقديمه في لنبنبت كشر الذي أنتجه قبل طلقهما كهديالها كما انتشرت شائعات تفيد باستيلائها على ثروته بالكامل لتتركه بلا منزل أو نقود لتنفيه الأخرى هذه الإشاعات بعدم امتلاك زوجها سوى لمنزلين أخذت أحدهما وإنها لم تستغله بل تزوجته بعد علاقة حب حقيقية وأيضا من الإشاعات هو خبر وفاتها اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل في الفترة الماضية حيث تمن في هذه الإشاعة مباشرة لحسن الجدل من قبل مصدر موثوق أكد بدوره أن كل الأخبار المتداولة حول وفاة الفنان ناتيا جوندي هي أخبار عارية عن الصحة وإنها بصحة جيدة وتمارس أداء أدوارها الفنية بشكل طبيعي